كمش فعليات كوبتون 7 وتغطياتنا لهذه الفعليات نلتقي مع المغامر المصري عمر سامرة وعمر صباح الخير عليك وأحب أسألك عن موجودك في قمة المناخ واهتمامك أنك تكون موجود والفعاليات والجلسات التي أنت بشارك فيها هنا طبعا سعيد جداً المقام في مصر المرادية أو الكوب ليا أنا بشتغل في مجال المناخ من أكتر من عشر سنين ويمكن لما بدأت كان القصة دي مش يعني الكلام عن المناخ عمتا أو البيئة ما كانش بحاجة متدولة أوي في المنطقة عمتا مش بكلم على بس مصر فكان ليا مشاركة في ثلاثة بانيلز النهاردة كنت بتكلم في النقطة لالتقاء التعليم والمناخ وزي الحاكتين دول ممكن يكونون متواصلين مع بعض كان لسه بخلص ساشن دلوقتي عن فكرة المحتوى وزي أن يكون واحد يكون صانع محتوى في مجال المناخ وزي ده ممكن يساعد على تغيير الرأي عن الموضوع أو أن احنا نساهم في القضية نفسها أنا هنا عايز أسألك عن نقطة مهمة مسألة الوعي ومسألة أنه زي ما كنت بتقول موضوع المناخ موضوع ما هواش سهل أنه يوصل لفئات عمرية كمان صغيرة إزاي من خلال السوشيال ميديا وتواجدك الكبير والواسع على السوشيال ميديا قدرت أن أنت تبسط مفاهيم المناخ للفئة العمرية دي أعتقد الميزة اللي هو أنا الجنرائشن اللي هي حضرة التليفون البكرة والتليفون السمارتفون فيه حتة اللي هي فاهمين التكنولوجي وفي نفس الوقت عارفين الحاجات اللي هي التقيلة اللي هي المعلومات اللي هي كذا فده داني فورصة أن أنا أقدر أعمل دمج ما بين الاتنين وإزاي أنا ممكن واحد من هو يقدر يبسط المعلومة أكتر بس أعتقد فيه حاجة مهمة قوي أن معظم الناس اللي بتشوفيها في المنتدى النهاردة مثلا فيه ناس عندها خبرة رهيبة بتشغل في المجال بقى 10-20-30 سنة بس الناس دي مش متواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي مع أنه صوتهم وأراءهم مهمة جدا فأعتقد أنه فيه يعني ممكن هنا فيه فرصة سهلة أن يكون فيه زي يعني نقل معرفة ما بين الجيل الجديد اللي هو شاطر جدا في صناعة المحتوى أي أن كان بقى على التيك توك أو الإنستغرام وكل الكلام ده وأنه هو بيعرف يبسط المعلومة أنه هو يعلم الجيل الأقدم شوية زي أنه هو يكون موجود على المناصطات السوشيال ميديا لأنه هو فعلا مهم جدا أنه ده خلاص بقتهية الطريقة الطبيعية اللي الناس بتتلقى بيها المعلومة يعني حاجة معظم الناس أول حاجة بتعملها في الدنيا أول ما بتصحى من النوم أو بعد ما يعني في خلال دقايق بأنها بتشكل التليفون بتاعها فأعتقد أنه دي نقطة مهمة لأنه زي ما أنت عارفة حتى في شغلك كمان خلاص بقى يعني زي ما الناس بتفرج على التليفزيون فبتفرج على نفس الحاجات الموجودة على التليفزيون بس بالخلال التليفون على السوشيال ميديا شايف إزاي وإنت حاضر كابتن يسافن والفعليات اللي أنت حضرتها والجلسات اللي أنت حضرتها ومشاركتك مع الأمم المتحدة ووجودك هنا مسألة الوعي بقى إلى أي مدى إحنا بنتحدث عن جيل واعي بقضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية علينا إلى أي مدى شايف من خلال حضورك للجلسات دي ونقاشاتك مع الشباب أنه الشباب قادر أنه يصنع الفرق وإحنا بنتكلم في القمة دي عن تنفيذ تعهدات اللي لطالما يعني تعهدت بها الدول الصناعية ولم تنفذ بعد يعني قبل ما أكون مغامر أو ناشط في مجال البيئة أو كلام من ده فأنا أب وبنتي عندها 9 سنين فبشوف كل يوم قد إيه هي مهتمة بالموضوع سواء هي بتتعلم في المدرسة عن الحاجات دي أو أن هي نفسها عندها الوعي وعندها الحب للقصة دي وعندها الدرايط ده طبعا بيساعدها أن أنا برضو عندي مهتم بيها فبتشوف مني ده لكن الجيل الجديد عنده ده يعني الغريزة دي موجودة أنا كنت بقول دايما عشان نقدر أن نحن نحمي الطبيعة لازم لأول أن نحن نحب الطبيعة ونقع في غرامها وده مش هيحصل غير لما الناس تكون لها تجربة في الأماكن الطبيعية ومصر مليانة يعني ولو بنكلم على البحر أو الجبل أو الصحراء أو كل الكلام ده دي هي البيئة البيئة الإنسان عمتا بس ده ممكن الحياة المدنية والحياة اللي هي الزحمة قوي والمشغولة قوي بعدتنا عن ده فلازم نحن نرجع لده لأنه لو عندنا الغريزة دي وعندنا الحب ده ده اللي حي خلينا يدفعنا فعلا أن نحن نكون قلبنا على الطبيعة وقلبنا على البيئة ومحاوزين أن نحن نحميها وإنت معروف بحبك للطبيعة واهتمامك بالبيئة أعتقد أنه كمان أنت كان لديك تجربة وعملت شركة سياحية ذات انبعاثات صفرية فإلى أي مدى شايف أنه الشركات هنا ودعم ده النوع ده من الشركات النشئة اللي بتهتم بالبعد البيئي ممكن وحاضر وموجودة على أجندات سواء وإحنا نتكلم على كاب 27 أو كمان القمم القادمة السياحة البيئية ده يعني مؤكد موجودة على الأجندة في مصر أعتقد بس المفروض تكون موجودة على الأجندة بشكله أكبر أعتقد أحد المشاكل اللي مصر بتواجهها هي يعاوزين نغير نوعية السياح اللي بيجي مصر إنه هو في السياح اللي هو بيبص على البيئة ببعدها السياح مثقف جدا عاوز إنه هو يصرف عاوز إنه هو مش بس يروح للمدن عاوز يلف في مصر كلها طبيعي النوع من السياحة المستدامة فيه نسبة أكبر كتير من الفلوس اللي بتدخل جوه مصر بتفضل جوه مصر وده طبعا ليه تأثير إيجابي جدا على الاقتصاد وفي نفس الوقت الاقتصاد على مجتمعات كتيرة جدا حوالين مصر كلها فلما بنبص على السايح اللي جاي من بره هو دلوقتي عاوز إيه فإخلال العشر سنين اللي فاتت رقبة السايح بتارت تتغير هو عاوز مش بس إنه هو يعمل سايت سينغ إنه عاوز يشوف حاجاته وعاوز يعمل سايت دوينغ عاوز يعمل حاجاته يعني عاوز يعني عاوز يعني هو نفسه يكون جزء من التجربة عاوز يتفاعل مع ناس من المكان نفسه سواء هو رايح مثلا محافظة أو رايح مكان مثلا في سيناء هيقعد مع الباد وكلام من ده فالتجربة بقيت جزء من ده والطبيعة بقيت جزء كبير قوي من الحاجة اللي السايح عاوزها وإحنا عندنا كل المواد أو يعني كل العناصر اللي تدينا ده بس محتاجين بس إنه إحنا نعمل شفت في نوعية المنتج اللي إحنا بنقدمه وأعتقد إنه وده بيحصل في المنطقة يعني وفيه منافسة في المنطقة ببنكلم عن الأردن أو السعودية وكل الكلام ده ومحتاجين إن إحنا نكون موجودين متاجدين أكتر في الحتة دي في الفترة اللي جاية من خلال رحلاتك الكتيرة اللي انت بتعملها واهتمامك بالطبيعة والبيئة إيش شكل الكوارث اللي انت شفته يعني يكون يدي كده جرز إنذار في مسألة الاهتمام بالطبيعة لأنه زي ما كلنا عارفين مسألة يعني الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية يمكن لسه ثقافة مش موجودة عند العامة وإنه الموضوع لما يكون بعيد أو يعني في مخيلاتنا إنه كان بعيد عننا كأشخاص مش هيأثر على حياتنا الناس تبارد تخب بالها لما شفنا التغيرات في الطقس ويمكن الناس بتفهم إنه التغيرات المناخية هي يعني بس تنحصر في تغيرات الطقس شايف إزاي الموضوع ده إيه اللي انت شفته شايفه إنذار لنا جميعا اللي حصل يعني اللي ابتدى لما نقول بنتكلم من خمس سنين وعشر سنين وكده كان الناس بتوقت تسمع على حاجات يمكن يعني مشاكل وجودية شوية اللي هو الجليد هيسيح هيحصل فيضانات حاجات زي كده مش شايفينها بتنيني نشوف على الأخبار دلوقتي في حتة زي الغابات بتتحرك والحاجات زي كده بس ما بنشوفها في مصر بالشكل الكبير اللي بنشوفه ساعاته على الأخبار وكلام من ده بس بترى دلوقتي يعني مع الأخبار بترى تتطلع وبقى فيه بقى فيه ريسيرتش معمول وكلام من ده بترى نشوف مثلاً إن مشكلة البلاستيك على سبيل المثال بترى أن البلاستيك لما بيتكسر بيتحاول لنا نانو بلاستيك بقى فيه دلوقتي حصائيات بتقولك إن البلاستيك اللي هي الأجزاء البلاستيك اللي هي ميكروسكوبية موجودة في بطن الأم وموجودة جوه الجنين وهو يعني فالبلاستيك والتلوث ما بقاش حوالينا فهو بقى ممكن بقى وصلن هو بقى جوانا فدي حاجات لما الحاجة بتمس صحة الناس وبتمس صحة ولادهم فالناس بتبتدي إنها تنتبه وده حصل في الفترة اللي فاتت فأعتقد ده اللي هيخلي الناس يبع عندها النزع أكتر إن هي تفكر أكتر والحاجة المهمة قوي في الآخر إن المشكلة دائماً بتيجي إن ما واحد يقول طب أنا هعملي أنا واحد شخص إيه اللي أنا هعمله مش هعمل أي فرق أنا سلوكي كفرد يؤثر في إيه في مسألة التغيرات المناخية؟ بالضبط لكن في الحقيقة هي بتعمل فرق لما إحنا بصنا على الأفراد فحنلاقي إن العبء اللي يمكن الفرد نفسه كولاكتف بقى على مستوى مصر كلها على مستوى كوكب كله جزء كبير جداً نسبة كبيرة جداً من المشكلة ففعلاً إحنا ممكن نغيره وممكن التغيير دا يعمل فرق فهي في الآخر خالص هي شراكة ما بين الفرد نفسه في اللي هو بيعمله جوه بيته ما بين القطاع الخاص ما بين الدولة وكلهم نازم يشتغلوا مع بعضه أعتقد يعني ممكن إحنا نستخدم المومنتم اللي جاي من كوب 27 إن إحنا فعلاً يعني نعمل تغيير وإنما خلاص ما فيش رجع فيه إحنا ماشيين في سكة تانية لأن دا مش بس إنه هو حيضمن مستقبل بلدنا ولكن مستقبل الكوكب وولدنا كلها طيب أنا عايزة سألك عن التمويل ويمكن دي قضاية مهمة جداً اللي بيعيق يعني مشاريع اللي علاقة بالمستقبل الأخضر أعتقد المشاكل كلها تنحصر في مسألة التمويل لأي مدى شايف إنه وجودنا هنا في كوب 27 يعني كل الشركات الكبيرة اللي موجودة جهات التمويل اللي موجودة النوع دا من القمم لأي مدى وخصوصاً نحن نقول قمة كابتوني سابناي قمة التنفيذ لأي مدى دا ممكن أن يحقق بالفعل وإنه الشركات دي تدعم هذه الأفكار الخاصة بالمستقبل الأقدر اللي منها أفكار كتير شبابية أفكار كتير وعدة أفكار كتير لما تقدم لها التمويل المناسب بقت بتحقق مكاسب اقتصادي مظبوط قبل ما أشتغل في مجال السياحة كنت أشتغل في مجال الاستثمار والبنوك دا كان بداية الكرير بتاعي وأعتقد إنه ما بنتكلم في التمويل فهي نقطة مهمة جداً فعلاً وبتتقسم للشققين بالنسبة لي فيه تمويل الشركات الكبيرة اللي هو بيقوم بيه مثلاً مؤسسات كبيرة جداً أو الاستثمار المباشر أو كلام من دا وده أعتقد إن فيه نجاحات كويسة جداً وأعتقد إنه هو كويس حالياً ونشوف مشاريع كتيرة جداً من مشاريع طاقة وحاجات زي كده بيتضخ فيها استثمارات وبتدي نتائج كويسة جداً أعتقد المشكلة أكتر فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن الشخص بنقول دايماً إن الحاجة هي ولدية الاختراع فدايماً المشكلة بتحصل عادةً في مجتمع صغير جداً بيقى المجتمع نفسه هو أول واحد بيشوف المشكلة وهو ساعات بيبقى هو أول واحد يقدر يبتكر الحل فبيبقى عاوز إنه هو دعم وعاوز إنه هو تمويل بس يمكن ما عندوش القدرة إنه هو يعرف إنه هو يوصل للشخص الصح أو ساعات بتقبل الفرص مش موجودة فمحتاجين يكون فيه فرص لمنح أكتر أو يكون فيه قروض بس بإنترس تريتس قليلة جداً فتقدر إنها يتحمس المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنها تلعب دور لأنها الفكرة كلا زي ما نقول إنها في الإعلق للشراكة هي مش حدر نوصل لبر الأمان مجرد بالمشاريع الكبيرة ولا الصغيرة فقط هي لازم على كل الاسبكترم كله من مشاريع صغيرة المتوسطة الكبيرة صحيحنا المشكرة شكراً جزيلاً إنه عمر زمر على وجودك معنا شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر